ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع المجلس الأعلى للمواني وأكد أن المجلس الأعلى للمواني يكتسب أهمية كبيرة في ضد المشروعات غير المزبوقة والتي تهتم بتنفيذها حاليا في منظومة المواني وذلك في إطار استراتيجية الدولة التي تستهدف تحويل مصر إلى مركز ثقل في مجال التجارة العالمية وأخلال الاجتماع وفق المجلس على اعتماد مقترح المخطط التنفيذي والزمني لدعم وتعظيم الصادرة المصرية لإفريقيا 2025 وفي هذا الإطار وجه رئيس الوزراء بدراسة إمكانية الاستفادة من مباني ومخازن شركة النصر جسور وتابع لوزارة التجارة والصناعة في البلدان الإفريقية بما يمكن من سرعة نفاذ البضائع المصرية إلى دول القارة